استقبل رئيس مجلسية الأمة الجزائرية صالح جوجيل السبت رئيس البنرمان الإفريقي فورتون شارومبيرا حيث تبحث طرفان عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك التي تشغل القارة الإفريقية وسبول النهوض بتطلعاتها جوجيل جدد تأكيد على الركائز التي تنبني عليها الدبلوماسية الجزائرية والقائمة على احترام سيادة الدول ونبذ التدخل في الشؤون الداخلية لها فضلا عن دعم حق الشعوب في تقرير مصيرها وفق بيان للمجلس وخلص اللقاء إلى الاتفاق على وجوب تفعيل آليات عمل البرلمان الإفريقي وعلى أهمية تعزيز قدراته ليوصل مهامه في خدمة القارة والشعوب الإفريقية ما تزال هناك مستعمرات في إفريقيا إلى يومنا هذا مستعمرون خارجيون وداخليون لقد ذهبنا إلى مخيمات اللاجئين الصحراويين البارحة لأول مرة كممثلين عن البرلمان الإفريقي لقد شعرنا بآلامهم خلال معايشة وضعهم القضية الصحراوية لم تأخذ الاهتمام الكافي في العالم وفي إفريقيا لم نزر كل المخيمات زرنا السمارة فقط رأينا من يعيشون في خيم رأينا الكثير من الأطفال نحن الآن نفهم القضية الصحراوية أكثر من أي وقت مضى سنرفعها إلى البرلمان الإفريقي وسنسعى لحلها وتذكير الاتحاد الإفريقي بها يجب اتخاذ قرارات لصالح القضية الصحراوية سنرفعها إلى البرلمان الإفريقي بها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر